من أجل نيل الحرية والاستقلال نشارك في جلسة البرلمان بهذه الكلمات تم تفعيل البرلمان الكردستاني بعد سنتين من تعطيله بسبب عمق الخلافات السياسية القائمة بين أطراف النزاع وذلك بمشاركة 65 عضوا من أصل 110 أعضاء مسألة الاستفداء الشعبي تصدرت جدول أعمال البرلمان حيث أقر بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في الجلسة إجراء الاستفداء الشعبي في 25 من الشهر الحالي نحن ننضوي تحت عراق واحد وهذا الدستور هو ملك العراقيين جميعا بمن في ذلك الأكراد من ابناء شعبنا فاعتقد أنه لا شيء يمكن أن يتمخض عن تحدي الدستور بهذا الشكل إذا تحديت الدستور وتحديت حدود العراق وحدود المنطقة فسيكون ذلك دعوة عامة لدول المنطقة باتهاك الحدود العراقية وهو أمر في غاية الخطورة قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لتدعم مؤنية حكومة الإقليم في إجراء استفداء في وقت لاحق من الشهر الجالي أصطى مخاوف من أن يثير الاستفداء صراعات جديدة تعطل محاربة داعش قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة مشروعا بديلا لم يكشف عنه للاستفداء لإقادة الإقليم بهدف التأجيل لكن البرزاني الذي لم يجب على المشروع البديل قال في كلمته بدهوك إنه لم يحصل على بديل معادل الاستفداء وأضف أنه حصل سابقا على وعود كثيرة لم ينفذ أي منها وإن الوقت حان للاستفداء ترجمة نانسي قنقر